اهلا بكم في مرايا هذا العام الذي تواهجه الأخير العام المنصر وانطفع في رماد الزمن كان موعد الفصل الأخير من حيوات كثيرا من الأعلام والمشاهير الذين أثروا في حياة الناس أي أن كان شكله هذا الأثر والتأثير زين ولا شين حلو ولا مر المهم أنهم أثروا شخصيات غادرت عالمنا نحو العالم الآخر بعضها بعد أن علّ من نبع الحياة ونهل حتى القطرة الأخيرة منه فرحل وهو في عقد الثمانينات أو التسعينات وبعضهم قبل هذا العمر وبعضهم رحل في ميعة الصبا والشباب رحيل البعض كان صاعقا بعضهم كان متوقعا وبعض آخر تفاجأت أنا شخصيا أنه ما زال على قيد الحياة من كثرة انسحابه عن المشهد العام حتى أعلن خبر وفاته لأنه من كثرة ما نقرأ عنه وعن أثره في التاريخ القريب نظنه ليس معنا موجود في بطون الكتب ومن هؤلاء مثلا الفنانة العراقية من أيام الزمن العراقي الجميل والمجد العراقي القديم ما إذا نزهت ومنهم شيخ سواري المسجد النبوي واحد صناع قصة الحركة الإسلامية في السعودية أبو بكر جابر الجزائري أما الذين كان موتهم صاعقا مفاجئا فمن أشهرهم الممثل والنجم الأردني الذي كان بلغ ذروة النجومية والنشاب عن الشاب المبدع ياسر المصري ونتذكر هنا برضو جملة لفتتني في وفيات 2018 أبغى بس نذكرهم على السريع لأنه سنحكي عن ناس آخرين تقارير لكن نذكر مثلا من راحلية 2018 الشاعر العراقي عريان السيد خلف أحد أوتار الضمير العراقي الجمالي محمود القلعاوي فنان مصري مبهج حسن كامي موسيقار مصري وفنان باشع يعني سراج عمر موسيقار سعودي فخم وزاهد فالح عبدالجبار مفكر عراقي نحب على المستوى الشخصي رصين في زمن الجنون العراقي طبعا العالم البريطاني الفذ الفيزيائي المشلول ستيفن هوكينغ أحد معجزات العقل البشري داريوش شايقان مفكر إيراني إصلاحي هارب للمنفى كغيره من مئات الإيرانيين المذيع أحمد سعيد المصري أحد رموز النكسة العربية نكسة الإعلام العربي العلامة الألماني التركي فؤاد سزكين أحد رهبان التراث الإسلامي حجاب بالنحية سعوديا شاعر وفنان وصانع خير سعودي كبير جلال الدين حقاني أحد أمراء مرحلة الجهادة أمراء الحرب الأفغانية المشاهير إسماعيل فهد إسماعيل رواعي كويتي نساج ومبدع للحكاية صعب صعب نحط بكل من مضى في هذا العام الماضي 2018 لكن هي تذكرة وتذكر وتذاكر فيما بيننا اليوم ومن المفارقات أن يكون الموت سببا لإحياء الذكر والذكرى والبداية من هذا هذا السياسي الأمريكي العالمي الضخم عاشها حياة مديدة قاربت على القرن وخاض معارك سياسية وعسكرية فاز بالكثير وخسر القليل جورج بوش الأب رحل عن 94 عاما تذكره بلاده رئيسا أنجب رئيسا وتذكره الكويت قائدا حرارها من غزو العراق ويذكره العالم بالمغامر الشجاع عندما احتفل بعيد ميلاده التسعين بالقفز المظلي أستاذ التاريخ غاصف العسكرية طيارا مقاتلا في الحرب العالمية الثانية وبعدها انتقل إلى المال وتكسس وبدأ نشاطا نفطيا حقق له الثروة ولأسرته إلى اليوم وفي منتصف عمره انتقل إلى السياسة صار نائبا في البرلمان ثم سفيرا لبلاده في الأمم المتحدة فسفيرا في الصين انتقل بوش الأب من السياسة الدبلوماسية إلى الأمنية عندما عينه الرئيس فورد رئيسا للاستخبارات تلك كانت المحطة الأخيرة قبل دخوله سباق انتخابات الرئاسة التي انتهت ليكون نائبا للرئيس ريغين بين عامي 1980-1988 فرئيسا لأربعة أعوام طبعا ذكر الراحلين مش بالضرورة يعني الإشادة بهم أو المديح لهم لكنه يعني التوقف عند سيرتهم التوقف عند سيرتهم ومسيرتهم هل هي زينة أم عكس ذلك هل هي زينة أم شينة مثل هذا الرجل من اليمن صالح الصماد رئيس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى التابع للانقلابيين في اليمن والقيادية في ميليشيات الحوثي هو أبرز شخصية حوثية تقتل بغارات للتحالف الصماد قتل بعد عملية رصد دقيقة لتحالف دعم الشرعية أثناء تفقده مواقع في شارع الخمسين قرب جولة الأقرع في الحديدة لقي الصماد مصرعه مع ستة من مرافقيه بثلاث غارات للتحالف في ضربة لم يستطع زعيم الميليشيات إنكارها ننعي إلى شعبنا اليمني العظيم الشهيد العزيز الرئيس صالح علي الصماد الذي قضى نحبه ظهر يوم الخميس الثالث من شهر شعبان التاسع عشر من إبريل مع ستة من مرافقيه إثر استهدافه بغارات جوية طبعا صالح الصماد الله وكيله هو عند ربه اليوم لكن ما في شك أنه صنع السوء لوطنه ولشعبه اليمني وأساء الجوار حين توعد قبل مقتله بقليل الجيران بالصواريخ والإرهاب كان يسميه سنة الصواريخ ندعه ومن معه ونتذكر جملة أخرى من الراحلين ونظر إلى الماضي بإمكانك كلنا نريد أن نصنع مياه من حاموني حفاظا على التقلال الوطني ووحدة أراضي قد قررت في إذناع أن تقف إلى جانب الشعب واختياري يا طالعين عين للجبل يامل الموقيدين النار بيني للي يامل يامل هاي الثورة ثورتي لحتى موت وسأظل أدافع عن سوريا العظيمة لكن أكثر إلاما وتأثيرا تلك التي تحصل لصديق أو زميل كان ملء السمع والبصر عملا وكدا وضحكا ولعلعة كسعد بعد عمر مهني طويل قضاه الزميل سعد السيلاوي متنقلا بين العواصم والمدن لتغطية أهم أحداث العالم العربي شاءت الأقدار أن يخطفه الموت في محطته الأخيرة بيروت السيلاوي المراسل المشاكس عانى في آخر سنوات عمره من سرطان الحنجرة الذي كان السبب في فقدانه لصوته الذي كان يصدح به في التقارير واللقاءات والمؤتمرات الصحفية أنا الذي كنت أصرغ كل يوم مكثت سبع شهور لا أتحدث أبدا مع ذلك لم تثمه معاناته مع المرض وآلامه عن تادية مهامه كصحفي عرف بالجرأة في أشد المواقف وأحلكها وبروحه العفوية المريحة التي كان يغمر بها من عرفه ورغم التعب واصل السيلاوي عمله الصحفي من دون الظهور التلفزيوني بإدارة الفريق العربية في الأردن إلى أن غيبه الموت فيما كانت لحظاته التلفزيونية الأولى مع MBC عندما بدأت بثها قبل 27 عاماً رحمة الله على السعاد نحن نقلب صفحات الراحلين حتى نجدهم فيها يخاطبون ويتكلمون حتى نعلم شيئاً عن الدنيا التي خبروها كل الراحلين أي أن كان سجلهم أبيض ناصع أم أسود كالح في استذكار أسود لا يسر الناظرين في استذكار سيارهم تجديد لدروس الحياة نفسها فيا لله يا لله كم قطفت 2018 من أوراق العمر قال الشاعر العباسي أبو العتاهية يعيش حي بتراث ميتي يعمر بيت بخراب بيتي إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر